السلام الله عليكم هذا اسمي تولاف ثاني وهذه مرتو سيمين عندهم بنية وواقفين على الطلاق و مرتو اللي طالبة الطلاق حيث ما بغاش يسافر معاي عيشه في مريكان حيث عندو بوع كبير في السن ومريض بالزهايمر وغير هو اللي عندو وميقدرش يمشي ويخليه كعود للقادي مرتو هي تقول لي هو أصلاً ما يعرفك شكون كبقيت مع انتا كيبقى معا واحد آخر وهو يقول لي كفي أنني أنا كنعرفه وهذا كبا وما نفردش فيه بقى وكي تجادلو في اللخر ما تفاهموش وقرروا بش يتطلقو ولكن من بعد ما يعرفوا بنتهم معا من بغا تعيش ومشاوا في حالهم وسيمين كتجمع في حويجها باش غدا تمشي لدارهم وهذي واحد السيدة غادي تخدم مساعدة عند لاف ثاني في الدار من بعد ما غدا تمشي مرتو غادي تبقى تقابل باه حيث كيبقى بوحده في الدار شرح لها البروغرام ومشات باش ترجع غدها وهذه المساعدة سيمين اللي جايبا حيث كتعرف خط راجلها وصلتها ومشات في حالها الغد جات المساعدة هي وبنتها باش غدا تبدأ الخدمة وهي حاملة واحد اللحظة بان اليوم العمين من نايت خارج رجعتوا البلاستو حيث مخاصوش يخرج شوية شافتوا دير بيب بحاشاكم في حويجو معرفات مدير دي عيطات السيمين باش تسولها أشنو تديروا لباش تجي ولكن سيمين ما تقدرش تجي حيث هي معلمة وعندها حس أدابة حالية ويا تقولها عيطي الراجلي لأفسان ولكن هي ما قدرش تعيين قطعات ويا تسول لعمين واش تقدر تبدل سروالك بوحدك إلا جبتو لك وهو مسكين ما عرف هاش أش كتقول وكعيط عليها بسمية مرت ولده سيمين بداتو للدوش وعطاتو حويجو باش زع ما يفهم وهو مسكين كعيط لها بسمية مرت ولده وما فهمواه رأيت تعييات عيطات لوحد الشيخ وشرحات ليه الوضع وسولات ووشي اللي بدلات ليه سيبقى عليها شيء وقال لاغي بدلات ليه وبدلات ليه ويحويجو والأفساني جاي من الخدمة وبنته من المدرسة وصلوا ولقوا الأمور مضبوطة واحد اللحظة المساعدة قالت لي ما نقدرش نزيد في هذه الخدمة تقيل عليها وما نقدرش عليها وهو كي يحاول قناعها بقى والمعلمة دي البنت الأفساني اعطعتها شي نمرة ديالشي طبيبة ديال الحمل والأفساني في الكوزينة رجع قال لها دا بشكون غادي قابل الأب ديالي غده قالت ليه الوال وما نقدرش غير سمح ليه وصافي واضطرعت انها تقول لي دار بيب بي تحويجو وهو تصدم حيث مولفك يقولها قبل ما يديرها المهم تفهم الأمر وخلصها في نهارها ومشات في حالها تاخرجات ويتعود ترجع عنده وقالت لي نعطي النمرة ديالك لراجدي قال اسم للخدمة راي يخدم في بلاستي ولكن ما تقولش ليه كتعرفني غادي نقول ليه جبتها من الجورنال حيث هي خدامة خبيع لي الغد ليه راجل المساعدة جا عند لافساني الخدمة وتفاهم معه بش غادي يجي قابل الأب والغد لافساني كي راجع معه بنته قبل ما تمشي للمدراسة وكيوجد بش يمشي هو الخدمة مورا فش يجي راجل المساعدة وواحد اللحظة جات المساعدة براسها حيط راجلها مبغاش يجي قال لا عندي شغارات وهي اللي غدا تخدم مشى لاف ثاني في حاله وبقعت المساعدة وبنتها في الدار كدير في خدمتها وملهية مع البنية واحد اللحظة كتقلب على العميم ما لقعتوش خرجات كتقلب عليه بقعت كتقلب شوية ويتلقاه عند واحد مول الجورنال حفيان ورجعته للدار وفي الدار من بعد ما رجع لاف ثاني وبنته بقوا مقشبين مع العميم ومعهم تبنت المساعدة النهار اللي بعده المساعدة جاية هي وبنتها في الطوبيس شدات هالسخفة رايحات فات هالحال شوية وصلت مع طلال عند العميم غير الجارة هي اللي كانت مقابلة دخلات كيف العادة تدير خدمتها ولاف ثاني وبنته وراجعين بكري للدار وصلوا كيدق محل عليهم بالتحد المساعدة مكيناش في الطار خذ السيروت من البليسة حل ملقتها واحد مشى اللي بيت عند العميم لقاه مربوط ومليوح في الأرض وحالته مشيت اللي هي البنية شافته بدأت كتبكي حاولوا فيقوه وفاق لقاه دير بيب بيع وثاني في حويجو دخلوا يبدل ليه قلب على شي فلوس لقاه مناقصين سوء البنت قلت لي ما شفتش شك في المساعدة اللي هزاتهم وصلات المساعدة عند بالها مازال ما جاو مع دخلات لقاتهم ويتصدم شافها لاف ثاني ووبخها مزيان على ذاك الشي اللي دارت حاولت تبرر ليه ولكن ما بغاش يتقبل هدراتها وجرع عليها ويبقى فعل حال حيت تهمها بالصارقة حيت هي بالصح ما شافتش الفلوس مشات رجع هو اللي عند اباه عودات رجعت عنده المساعدة باش يخلصها قال له خلاصك شفرته ودفعها وصدت عليها الباب واحد اللحظة البنت حلات لقاتها طيحة موععتها وبنتها كتبكي وهو رجع يدوش لباه وبلا ما يحس طاه عليه وكيبكي في مشهد كي عبر على الحسرة ديال الإنسان من اللي كيكون أمام واقع ما قادر يغير فيه واحد والغد بدل بنت شوف أمها وصلوا طلاقها مع مرتو ويجقول ليه باللي المساعدة هزوها السبيطار من بعد مدفعتيها وخط رجلها عيطات ليه وكتسب مشاوا السبيطار يشوفوا أشواقع سولوا عليها قالوا ليهم حتى تخرج من العملية قالوا ليهم أش من عملية ويجقول ليهم السيدة ردارت الإجهار حيت ما تليها الجانين في كرجها خوتنا سمعوا الخبار وهم يتخربق ليهم العبارة صدموا مشاوا يتسناوها طلاقوا مع رجلها معرفهم ما تشرحوا ليه البلان وكانت معاهم بتختوا اللي لقاتهم بالمساعدة رجل المساعدة جر لافصاني يتفاهم معاه وصلوا حتى الباب وهم يضطرب فكوهم الناس ورجعوا في حالهم الغد استدعاوهم البوليس واستدعاوت المساعدة وراجلها وبدأوا كيشرحوا البوليس أشوقع والبوليسي قال لي الجانين مات عند 14 هورمس يعني كي تسمى قتلك وإلا تبتعت عليك عندك الحبس من عام تلك التسنين لافصاني قال لي أنا ما كنتش عارفها حاملة هي دي ملابس الخامر باش غادي نعرفها قلت لي هلرة اخديت النمرة من عند المعلمة دي البنتك حداك قال لي كنتش في الكوزينة ومسمعتكش وعود للبوليسي على أجدارة البواه وعلى الفلوس اللي تسرقه وفي الأخر البوليسي صافت المساعدة وراجلها وحبس لافصاني بكثالة بتامن غالي اللي ما يقدرش يحضره وعياه ما يطلب فيه باش ما يحبسوش ولكن ما أقلش عليه عيت على مرته من الحبس وقال لي أشوقع وبنته كتسمى واحد اللحظة قالت لأمها كن ما طلبتيش تطلق كن بابا ما يكونش دابه في الحبس الأم تعصبات عليها ومشات الغد البنية مشات عنده المحكامة طلقات معاه شافها مفهم والو ومرتو عائلتها جايبين عقد الملكية ديال الدار ديالهم كفالة باش يخرجوه والمعلمة جايش باش تشهد وشهدات لصالح لافصاني وقالت للقادي ما كانش عارفها حاملة ما سمعهاش وهد الشيف صالح لافصاني راجل المساعدة تعصب عليهم وبقى في الحال حس بيهم بحليل الدولة حقه غادين راجعين للدار والبراءة ديال البنت خلاتها تسول بها وقالت لي وش بصح ما كنتش عارفها حاملة حيث سمعت ماما البارح قالت ما تصدمتي موالو من اللي سمعت رطاح لها الولد قال لالله ما كنتش عارف داز هزباهم شاو رجعوا للدار وسيمين ما زال ما رجعت معاهم بغاية المعلمة يوصيها حيث غادي تعود تشهد غدا البنية قالت لي علاش غادي توصيها مدام هي غادي تقول الحقيقة الأب هو يتظهر وهو يخرجها يشرح لها بالليماشي هو مول الفعلة حيث الباب بعيد بزاف على فين طاحة المساعدة وهدك الجهد ما يوصرهاش تلتمها وجاو تل بوليس والجيران والمساعدة وراشلها باش يشرح لهم القادية سالاو بغاو يمشي وبنت المساعدة ناسية شي كتاب في الدار تخلات باش يعطيه ليها البنت تخلعات منه حاول يفهمها البنية بغا تدافع على ماماها نسكينا والطبيب حيث كانت مريضة أخونا وهو يدخله الشكل ومشا الدباء عن الطبيب باش يدير لي شهادة طبية يدفعها في الدوسة ملقى عن دول وصحة وبيه خير وراجل المساعدة جاء المدراسة عند المعلمة اللي شهدت فيه وروونها اليوم في الإدارة كعير في المعلمة شوية قلاح الفي في القرآن مكان عارفها حاملة وهي تقسم ويدها على القرآن أخونا برد هو يمشي في حاله ولاب ثاني عيات المعلمة تعطيه النمرة دي للطبيبة اللي اعطاعت للمساعدة ذاك النهار البنت ويد تسمعوك يهدر مع المعلمة على الموضوع ويد تقول لي بابا انت على هذا الحساب كنت يعرفها علاش كذبش على البوليس في الكوميسارية عيه يخبي عليها شوية وهو يعتعرف وشرح لها باللي يكون عتعرف عند البوليس غادي غرق حبس وفيش دفعها كان ناسي باللي راح حاملة الغد يجيبها من المدراسة وطلقها مع المعلمة تبعها يسوّلها شافته وهي يجهره مشال الكوميسارية يلقاها سحبات الشهادة ديالها حيث عرفاته كان عارفها حاملة من اللي يسوّلها على النمرة ديال الطبيب يعني راح سمعهم من اللي كانوا كيهضروا وهي كانت كتسحبوه ما عارفش هدك شي للشهادات معاه ومن اللي عرفت الحقيقة في البلاسة مشات سحبات الشهادة البوليسي قال لي دابا خصني شي دالي الخر باش نتبتو باللي ما كنتيش عارفها حاملة كيفاش عرفتش اخذات النمرة ديال الطبيب من عند السيدة وانت ما عارفهاش راح حاملة والأفصاني هو يقول لي قالتها لي يا غير بنتي وهو في الحقيقة غير كذب كان عارفها ما قالتاش لي البنية البوليسي هو يستدعي البنياتي والبنية مسكينة باش ما تصفت بها للحبس طرعت انها تكذب وتقول لي أنا اللي قلتها لي هو ما كانش عارف وخرجات وبقات كاج بكي بزاف حيش بقى فعل حال حيش كذباتي وسيمين مشات عن دراج المساعدة كتفاهمها على الدية وتافقوا على خمسة عشر مليون يعني يعطيوها ليهم مقابل انه يتنازل جات للدار وعودات للافصاني أشوقع وقالت لي باش غادي نخلصوه التامان للافصاني مبغاش حيش متأكد من راسه ماشي هو مول الفعلة ماشي على الفلوس وغير مبغاهمش يلافقوا لي شي حاجة ما ديرهاش وتخاسموا ثاني وقررت سيمين باش تمشي في حالها بمرة عاد المرة وتتدمعها البنت ووحد اللحظة على ود البنية شافتها وقال لها قولي الماماك انا موافق نقضي الغارة لغد المساعدة جات لعند المعلمة الخدمة وعودات لها الحقيقة بالنهار قبل الواقعة ضربتها توموبيل من هذه اللحظة الجانين مبقى تحرك يعني الجانين مية قبل ما يدفعه وهي مبغا تقول هذا الشيء حيش كون قالتو يقدر يقتلها رجلها حي تطامع في الدية وملي سؤولات شي شيخ قال لها الدية محر ما عليك وتقدر تخرج ليك في بنتك وخافت ومبغا تجد الفلوس وجاش باش تقول لها الحقيقة وتقول لها ما تعطيهوش الفلوس ولكن طلباتها باش ما تقولت تشي واحد الحقيقة تخليها تشي مستور حيط الراجل اللي عرفها يقدر يقتل راسو ويقتلها والغد جاوا باش يخلصوا الدية حيط سيمين ما قدرات تعود الراجلها اشنو قالت لها المساعدة مريحين كي وجدو وحاضرين الشهود لابساني قال اليوم انا ما عنديش مشكلة نعطي الفلوس ولكن عندي طلب واحد المساعدة تأدي القسم ويديها على القرآن باللي انا هو مول الفعلة المساعدة تحرجات ونادت تجيب القرآن واحد اللحظة تعطلات ناد عندها راجلها ما بغاتش نجي وقالت لي الحقيقة باللي ماشي هو مول الفعلة وعندي شك باللي الطموبي اللي ضربتني هي السابب وهو ما تسرطعتش ليحيش ما بغاتش تحلف في القرآن وهو ما يتضاربو والناس كيسمعو وخرج مش يدير شي كاريتا في الزنقة وهي رجعت مع السباكة تخاسم على سيمين وقالت لها يك قلت لك ما تجي بي لفلوس الأول وخرجوا مشاو في حالهم والقوطة موبيلتهم مهرسة هزوها ومشاو في حالاتهم ولاف صاني وسيمين حلفوا لبغاو يتفاهموا واليوم غادي تطلقوا صعفي نهائيا عيطوا على البنت باش تختار معامل غدا تعيش حطواه في موقف محرج لدرجة ان المخرج خلي الاختيار للمشاهد هو اللي قررت معامل خاصها تكمل حياتها وقلوا ليه في التعاليق معامل خاصها تكمل وعلاش وقبل ما تسالي القصة ديانا بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم بتونيات دير الفراقي مرحبا بكم عند بلاير ستور وان اللي كتقدم أشكال متنوعة وجودة مزيانة مع تمن مناسب والخلاص حتى توصلك للطلب أو الاستفسار تصلوا على الرقم التالي أو على الواتساب في نفس الرقم ورابط الصفحة غادي تلقاهوه في التعاليق وهنا غادي تكون سالات القصة ديانا ديانا اليوم كان معكم محمد الزاهي للدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحات على الفيسبوك والانستغرام وكيف العادة الى عجبك البلان علاش اللاشي جام وكمونتار نشوفو